وفي شباب كتير كانت حاجزة معايا اكتشفوا انهم كانوا خطبين بنت كانت بتتأجر انا عايزك تصحصح كده وتفوق لاخر جملة في الفيديو ده عشان هيكون في جزء كبير جدا من كشف اسرار وخبايا المجتمع هنبدأ على الهدف الاول بس اللي بعد كده هيكون كلام خطير وشديد قوي هنعلق الاول على اخر موضوع منتشر وبيتروض له من شيخ النسوان لو واحدة زانت وتابت ينفع تتجوز واحد عفيف ومحافظ على نفسه لا ما ينفعش ما ينفعش ولا يجوز اصلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحر مذلك على المؤمنين لا يجوز عقد العفيف على الزانية ولا يجوز عقد الزاني على العفيفة يعني ما ينفعش اروح اجيب واحد عفيف ومحافظ على نفسه ولبسه في واحدة زانية ولا اجيب واحدة عفيفة ومحافظ على نفسها ولبسها في واحد زاني والشيخ اللي يقولك الزانية لو تابت تبقى بك قوله لا انا طلع لك لا انا طلع لك يا فاسد يا مضلل لا انا طلع لك يا مدلس ربنا هيحسبك على تدلسك في الدين واستغفلك للشباب انت وامثالك مش عشان تروج لتجارتك تستغفل في الشباب الشباب اللي بيدفع دم قلبه شاء عمره سنين طويلة وكمان عايز تلبسه في واحدة زانية الشيوخ اللي شغالة في سببكة الزواج عندهم كمية كبيرة جدا من البنات اللي عندهم ماضي وعايزين يجوزهم ويصرفهم بأي طريقة فلازم يفتيلك ويقول لك اسطر وما تسألش عن الماضي كل البنات اللي معهم في المبادرة عواجيز في سن الـ 28 والـ 30 لا جمال ولا إيمة وكمان عندهم ماضي كلام ده تحكالي بالحرف انا مش بقلفه من عندي اكتر من شاب حجز معايا استشارى حكالي الكلام ده اكتر من شاب كان رايح يتزوج من هناك وحلف لي باللن كل البنات اللي عندهم كسر كلهم كسرين السن ومش لقيين حد يرضى بيهم والناس اللي بتحاول تتزوج من على النت او من تطبيقات الزواج وخاصة تطبيقات الزواج الاسلامي فده اسوأ مكان تتزوج منه ومش الاسوأ عشانه تطبيق اسلامي لا عشان البهايم اللي بتفهم كلامي غلط اسوأ مكان لان البنات بتستغل النقطة دي لانهم عارفين ان التطبيق ده مفيش عليه رجالة صائعة ولا رجالة فهمة في العلاقات عارفين ان معظم اللي عليه رجالة خام ومتدينة وبيستغله النقطة دي كويس اوي مش عايز اسكر اسم التطبيق عشان ما عملوش اعلان وطبعا مش زنب صاحب التطبيق دي ان العاهرات دي دخلت تستضمن عنده ولكن انا بقول عشان اوعي الناس مش عشان اهاجم حد بنات كانت شغلة ركلام وبنات كانت شغلة فتاحة وبعد لما كبرت وحست ان شبح العنوصة بيطاردها لبست خمار وتدينت فيه منهم اللي لبست خمار وفيه منهم اللي لبست نقال وفيه شباب كتير كانت حاجزة معايا اكتشفوا انهم كانوا خطبين بنت كانت بتتأجر رغم انها من عائلة ومعاها شهادات عليا وفيه منهم اللي معاها ماجستير ودكتوراه ويستحيل انك تشك فيها بنسبة واحد في المية حتى فيه بنات اهلها مخترمين واخوتهم في مناصب مرموكة وبتعمل كده فيه بنات مظهرها التدين والاحتشام والعفة وبتعمل كده وانا بقى اقولك الكلام ده بيحصل ليه وازاي فيه مناطق بعينها من ارقى المناطق في مجتمعنا المناطق دي بيزورها رجالة من الخارج ومش عايز اذكر من اي دول بالزبط وبتروح البنت هناك ساعة واحدة ترقص وتاخد عشر تلاف جنيف اده ترقص بس من جير ما تعمل علاقة ولا اي حاجة تخيل هي ترقص ساعة واحدة بس عشان تعمل مرتبها بشهرين ولا شرفها راح ولا اي مشكلة بس بقى المشكلة مش في كده المشكلة ان دي ساحبة الرجل رقصت وخبت عشر تلاف جنيه ايه رأيك ندخل القضاء وعتاخدي تلاتين الف جنيه والكلام ده تأكد لي من رجالة كتير اكتشفت ده مع البنت اللي هم كانوا خطبينها وتأكد لي برضو من الرجالة اللي بيجوا مصر من الخارج لان دول بيحجزوا معايا استشاراته وبيحكولي وبرضو اللي في الخارج بيحجزوا معايا استشاراته وبيحكولي ده غير ان في ناس من الخارج عايزي متعلي اصلا ان انا احضر صهارات من دي وانا اللي مرضتش فالموضوع بشع وفوق ما انت تتخيل لما واحدة تاخد لها ما يقارب الـ 50 الف جنيه في ليلة طبيعي تفسد انا في زوج معايا زوجته كانت بتشتغل موظفة في بانك ومرتبها 7000 جنيه ولكن معاها عربية بقيمة 2 مليون ونص ومش بتلبس غير اغلى المركات والبرندات اقل قطعة هي بتلبسها تمانها 28 الف جنيه طب هل ده منطقي او طبيعي من مرتب 7000 جنيه بس ومن هنا ابتدى الشكل وبالفعل وصل للنتيجة دي وصل لمصدر الاموال دي ايه انا لما بقولك انا ما بعرضش جر واحد في المية من الواقع فانا فعلا ما بعرضش جر واحد في المية طب ليه ما بعرضش اكتر من واحد في المية ان لو عرضت اكتر من كده انا ممكن اتعرض لمساهلة قانونية ما انا ممكن انزلك كل حاجة بالصوت والصورة بس انا بعد كده مصيري هيبقى ايه انا بعد كده انتم مش هتشوفوني تاني انا عد علي الاف الجلسات والاستشارات عد علي قصص بشعة كتير عد علي قصص تشيب الشعر وتجيب لك اكتئاب لو واحد غيري مش بالصلابة النفسية دي كان زمانه راح نطف البخر في رجالة كتير اكتشفت انها خدت واحدة مش برجة عاهرة تدعي الشرق وما تقول ليش هو اللي مغفل اه في رجالة مغفلين بس في رجالة بتتخدع برضه في رجالة كتير اكتشفت انها تجوزت واحدة كان مظهرها التدين والاحتشام وحفظة كمان القرآن وبتقول له سمع للآية دي بتقول ايه ورغم كل ده باحد الجواز اكتشف انها مش برجن اصلا اكتشف انها عاهرة تدعي الشرق ده غير الرجالة اللي خدت واحدة عاملة عملية ترقيع لا والاسوأ من كده اللي خدت واحدة عاملة عملية ترقيع وتديق ودي بتبقى صعبة اكتر في انك تكتشفها قصما بالله السوق مضروب الرجالة في غفلة ايه دي نتائج اللي اختلطوا الفساد اللي احنا فيه وللأسف المواضيع ده حقيقية ونهايتها بشعة وخسائر مادية ونفسية كتير في ناس بتنتحر بسببها عافاكم الله من هذه الامور مش عايز اشوف حد منكم واقع في الكلام ده مش عايز اشوف حد منكم واقع في الكلام ده عشان كده بطلع فهمك وواعيك انا عارف ان الرجالة بتحبني وانا كمان بحبهم وعايز لهم الخير بس الرجالة دي مش بتحبنا عشان سوا دانية بيحبوا الحق اللي انا بقوله بس زي ما الستات ما بتكرهنيش قد ما بتكره الحق اللي انا بقوله وكشف ألعابهم للرجالة وانا عارف ان ده هيحصل من قبل مبدأ اساسه عارف ان هوقف حال كتير منهم في استوفال الراجل واستعباط الراجل والنصب عليه ونهب امواله وممتلكاته وكل ده بيحصل باسم الحب عارف ان هنسف وهم المرأة القوية لان ما فيش حاجة اسمها اصلا مرأة قوية ما فيش مرأة قوية قوتها فقط في جهل الرجل ومصلحتها ان الراجل ده يفضل جهل طول عمره تخيل بقى لما انت تجيب الراجل ده وتوعيه يبقى انت سحبت قوتها المزيفة دي وسحبت سلطتها عليه لما تفاهموا انهم بيستغلوا بنفوزهم الجنسي واستفزازهم لرغبته الحيوانية واحتياجه للجنس نفوزهم الجنسي ده اكتر كارت رابح معهم واخر كارت بيستخدموه لما بيفشلوا في اخضاع الرجل فبيستخدموه عشان يعرفوا يخضاعوا الرجل اللي قدامهم ويجبوه مكفى على وشه معروف ان اغلب الرجال بيلهسوا وراء شهوتهم ألسنتهم بالدلدل كده وراء كل واحدة حلوة وجسمها مسير لما تفاهمهم تكتيكات العار اللي بيستخدموها على الرجل الغيور عشان يشككوه في رجلته ويدجنوه يحاولو الخروح لما يفاهمونه هو كده راجل رجاي ولازم يبقى واثق من نفسه لازم يسمح لها تعمل كل اللي نفسها فيه فيبقى خروف تحت رجليهم زي ما رجالة كتير في مجتمعنا باقت خرفان بامتياز لما تفاهمهم تكنيكة تسخين وانها لما تعوز منك عاجة او تعوز تستغين لك ماديا هتسخنك بالكلام زي انها تقولك انا نفسي في كذا بس انت مش هتقدر فانت تسخن وتروح تجيب لها الحاجة دي حتى لو هتقطم ظهرك او انها تسخنك لما تتهمك بالبخ عشان تستنزف في مواردك اكتر سبحان الله يا اخي تتهمك بالبخ برغم ان انت كريم معها وتستفزك وتخليك تصرف اكتر وتبعت لها من مرتبك وانت في الغربة وتبعت لها بالالف يورو الف يورو ورغم كده بتتهمك بالبخ برغم ان مرتبها ذات نفسه شهريا ما بيعدش الخمسين يورو لما نفاهمك يعني ايه هايبر جامي او ارتباط فوقي وان الست دايما بتسعى انها تتحصل على افضل رجل يمكنها الفصول عليه لما نفاهمك تقافز الارد وانها ممكن تتقافز او تنط من علاقة لعلاقة او من جوازة لجوازة لو لقت اللي احسن منك وانت بتبقى زي المغفل سيبها براحتها وسيب لها كل ابواب الشيطان مفتوحة ابواب الشيطان اللي زي الاختلاط والخروج بدون اذنك ابواب الشيطان اللي زي انها تخرج متزوقة ابواب الشيطان اللي انت بتفتحها وربنا عي حسبك عليها خد بالك دعاء الزوب على زوجته مش مقبول لان ربنا اداله القوامة واداله السلطة اداله القوامة انه يقدبها انه يقعدها في بيتها انه يمنعها من الاختلاط انه يمنعها تخرج متزوقة انه يمنعها تخرج بدون اذنه لما نفاهمك انه هم ضعاف والمشكلة كلها بتكون فيك وفي سيطرتهم على عقلك المشكلة في ضعفك يا رجل المشكلة في خنوعك المشكلة في رخوتك لما نفاهمك انه محدش هيعرف يلعب بيك طول ما انت رجل منخفض المشاعر لما تكون راجل عقلك هو اللي بيتحكم بس زي الرجال اللي بجد رجال الزمان لان معظم الدكاترة النفسيين ومعظم استشاريين العواقات واخدين صف المرأة واخدين صف المرأة وبيشرحوا لهم ازاي اخداعوا الرجل وازاي يستخدموا الالعب والحية للنفسية تجاههم ازاي يستخدموا الاغواء الجنس وكمبيلت الحب وازاي يعرفوا يعلقوك بيهم وبعد ما يعلقوك بيهم يتجاهلوك ويركنوك عرف اللي لو راجل بجد كل كلامهم ده ولا هيحوق معاه الراجل اللي بجد عارفين انه مفيش سبيل لانهم يكسبوه الا بالخضوع ليه هيتجاهلوه هيبقوا بيعاقبو نفسهم ومش عايز بهم يطلع يقول الكلام ده تستخدموه مع البنات الغربية معظم الرجال اللي اتخدعت في الهلاقات اتخدعت من بنات حفظة القرآن اتخدعت من بنات مظهرها التدين والاحتشام عايز اقولك ان طالبة العلم الشرع ده اصلا اسوأ نموذج لبنت لانها بتتلعب بالدين وبتقلف لك الدين على مزاجها بتقلف لك الاحاديث على مزاجها بتقلف لك مفهوم للقوامة جديد في الراجل خروح مش قوام بربع جنيه فالنموذج ده هو اسوأ نموذج ممكن تقابله البنت في حياتك فاحذر من البنت العادية مرة واحذر من المتدينة الف مرة لان المتدينة دي وارد انها تكون متدسرة وبتستخدم الدين لتدجينك وهتفصل لك الاحاديث على مزاجها وهتخدعك بان الرسول كان بيطبخ ويغسل ويمسح وتسيبك في البيت تعمل كده وتروح تنط على تبع عشقها طيب بالنسبة للبنت اللي زنت دي خلاص يعني ما ينفعش تعيش يعني نرميها في الزبالة اكيد لا القرآن الهلك صريحة من 1400 سنة يتزوجها زاني او مشرت وما فيش ابلغ ولا احكم من القرآن وكلام ربنا اللي بيفصر لك بقى الدين على مزاجه زي المتدسرات بالزبط عشان مصلحته الشخصية فده ربنا هيلعانه ان شاء الله ربنا سبحانه جعل الحكمة في ان اللي يتزوجها زاني لان ربنا اعلم بيها وبفترتها اللي انتكست لان الزانية لا طالق الا بالزاني ام عقاب بعض ده طبعا بعد العقاب الشرع المعروف ثانيا الزاني هو اللي غالبا هيعرف يتعامل معها بما انه متعدد علاقاته زاني زيها لكن الشاب العفيف اللي محافظ على نفسه لها يعرف يتعامل معها وغالبا هتوصله للانتخار فبطل تدلس عليه وتوئيمه انها بكر من اللي احل لك عملية الترقيع وعملية التديق الشرع بيحرم التدلس في وصل الشعر او تغيير لون العين فهل سيباح لك التدلس في غشاء البكرة يا مدلس لعنق الله انت ومن على شاكلتك لعنط الله عليكم اجمعين يا من تضللون الشباب وتستحلون شقة عمرهم الشيوخ بالذات لو كانوا مضللين فجزاهم عند ربنا كبير لانهم المتصدرين المشهد والشباب بتصك فيهم الشباب بتصك فيهم وبيمشوا وراهم عمياني لعنط الله على من يروجون للزواج من الزانيات اصلها تابت واحدة قاعدت طول امرأة ازني ولما حسد بشبح العنوسة قررت لك اما توب لما حسد بالخطر وعجزت وصلت للتمانية وعشرين او للتلاتين تقولك بس كده تبطي الى الله خلاص انا عايزة تجوز وتسطى بعد ما شافت وقعدت ودخل فيها جميع انواع العندليبات بجميع اشكالهم والوانهم بما فيهم العندليب الاصمر والعندليب الاشقر تقولك بس توبت الى الله كيفية كده الان حانا وقت التوبة لا والله صدقا ما عرفتكش انا كده اذا اقتربت بو عيضاتها على النفاذ وحست بخطر العنوسة وشبح العنوسة بيطردها تدينت وسط قامت تدينت وسط قامت وعايزة بقى المغفل اللي يجي يشيل وده مش هيحصل وانا موجود وبواعي الشباب يا انا ينتم يا شيخ العر تابت ولا ما تابتش توبتها الربنا انت مش ربنا عشان تعرف نيتها ولا تعرف الامر ده الامر ده مش ليك مش مطلوب منك تقبل حاجة زي دي وحقك كمان تبعد عنها وتحتقرها كمان وعتخلي شيخ زي ده يخدع قوله تجوزها انت جوزها لابنك يا عم جوزها لابنك يا خي جوزها لابنك يا مو